صباح و أهلا وسهلا على كنال، اليوم نعمل مراجعة للتسماعات الجديدة من شركة سامسون الجالاكسي بودز 2 هذين أعلنت عنهم بنفس الوقت مع الزي فليب 3 والزي فولت 3 عنا نحن الـ Active Noise Cancellation حجم أصغر خفيفين كمان بيقضوا بقلبة دانية معقولة حتى تنسوهن إنه هنا موجودين بديناتكن إذا ما بتتذكرون لأنها الأدة خفيفين أنا طاري، شكرا جزيلا على كل الناس للمشاهدة خلينا نتحدث على الجالاكسي بودز 2 اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكون فيديو ويت جديدة هذين هنه كل الأغراض اللي بيقون بقلبة العلبة عمنا العلبة، عمنا الشريط الـ USB-A للـ USB-C اللي نشرجهم للسماعات إذا بدنا نستعمل الشريط من وراء عمنا كمان كباسات حتى نغيرهم اللي نزبطهم لديناتنا بيقون بالحجم الكبير وصغير بقلبة العلبة وفيكم هون على السماعات بيكون موجودة على هون الحجم الوسط لديكم تغيروهم تستعملوا قلبة كونيهم لدينا كمان السماعات مثل مفجعتكم رغم أن السماعات تعالي السود بقلبة العلبة هي العلبة بيضة والشارة الحلوة أيضا فيها أنه هي نفس الحجم ونفس الشكل للـ Galaxy Buds Pro اللي شرناها بأول السنة الآن الشراء اللي بدنا نعرفها وهون لدينا عدة ألوان رغم اللي أنا فجعتكم عندي هون مسميها الـ Graphite في أربع ألوان موجودين في الـ Graphite، في الأبيض، في الـ Olive مثل الزيتون وعندها كمان الـ Lavender موجودين كلهم سيكون شكلهم أبيض من بره بس من جوه يتغير اللون الأسود على الأسود، الـ Lavender على الـ Lavender والزيتون يمشي نفس الشيء والأبيض على نفس الشيء وفيكم تختاروا الذي تكون إياه موجود عنا هون الـ Active Noise Cancellation والـ Ambient Sound معناتهم فينا الموقف الصوت وفينا كمان نتسمع على بره بالسماعات نفسهم عنا 2 Dynamic speaker بكل سماع موجودين حتى يعطينا صوت منيح عنا كمان ثلاثة ميكروفونات موجودة على كل سماعة ليعطون الصوت كثير حلو وأعطيكم مصر عنا بعد شوي البطارية الموجودة هون على كل سماعة 61 ميلي أمبير بس العلبي كلها فيها 472 ميلي أمبير بيقدر يمشوا تقريباً مع الـ Active Noise Cancellation تقريباً 20 ساعة من غير الـ Active Noise Cancellation عم بيقدروا يوصلونا إلى 29 ساعة هذه شغلة مهمة وعنا كمان الـ Auto Switch إذا عم تستعملوا حساب نفسه حساب عدة تلفونات لشركة سامسون يمكنكم تقلبوا من تلفون لتلفون بهذه السماعات خاصة لأنهم يعملوا مع السامسون حتى نستطيع أن نسيطر فيهم السماعات يجب أن ننزل التطبيق على التلفونا هو هذا التطبيق حتى نستطيع أن نرى كيف نعملهم يجب أن نفتح السماعات ونعطيهم ثانية مثل ما نرى هنا لدينا عدة اختيارات ثلاثة اختيارات مضبوط عنا الـ Active Noise Cancellation عنا الـ Off وعنا الـ Ambient الآن أشياء الوحيدة يجب أن نلاحظها إذا كبست الزر هنا يجب أن نضع السماعات في ديناتنا مجرد أن نضعهم في ديناتنا نلاحظ أنهم تقلبوا على الـ Active Noise Cancellation كنا نغيق على الـ Off وعلى الـ Ambient Sound وهذا يعني أن نقلبوا أن نتسمع من الصوت بره يستعملوا ميكروفونهات الثلاثة حتى ينزلون صوت من بره إلى داخل من غير ملقيم السماعات من ديناتنا ولكن يمكننا أن نقلب إصبعنا على السماعات نقلب بين الـ Active Noise Cancellation و الـ Noise Ambient يمكنكم أن تقلبوا بين الـ 2 و يمكنكم أن ترقجوا كيف تستعملوا على هذه الكبسة نعمل الكبسة يعني Press and Hold على السماعات على اليمين الآن على شمال قلبتها حتى نقدر نعمل الـ Google Assistant كما تشوفوا هنا يمكننا أن ندورها يمكنكم أن تدورها ولكن تلاحظوا إذا تدورتها مع الـ Google Assistant على التليفون لا يجب أن تدوروا الاختيار الثاني الموجود هنا يسمى الـ Bixby Voice Wake Up سوف نتحدث عنها بعد قليل إذا كان لدينا الـ Ambient Noise يمكننا أن ندورها و نستطيع أن نقوم سماعات حتى نستطيع أن تسمعوا صوت منيح أو حيث أو حيث أو لا تحت الأمر هنا هنا يمكننا أن نقوم بـ و نستطيع أن نقوم بـ Double Tap و Single Tap يعني أن تقوم براجعة Double Tap و Triple Tap و هناك هنا نغييرها كما تفهمتكم عادة تكون بياناتهم للـ Systemات و يمكنكم أن تغييرهم مثلاً و تدوروهم ثلاثتهم ولكن ما أعجبني فيها أنه يمكننا أن نقلب على الـ Voice Assistant وأول مرة عندما رجلتها طلبت مني أي هو الـ Assistant التي تستعمل على التليفون لكي نستعمل لـ Google يمكننا أن ندورها مثل ما لحظتم عندنا خطيار خصوصي للـ Spotify ولكنني لا أستعملها لكي لا تستعملها لكي لا تستعملها يمكننا أن نرى عدة اختيارات عن الـ Equalizer ونضبط الصوت الموسيقى ونقرأ الـ Notifications التي تعيتنا للسمع ومعنى إذا أردنا مساج أو أي شيء على التليفون ونقرأنا إليهم بدايينتنا لكي نفتح التليفون ونطلع عليها غير ذلك كما أخبرتكم بـ Bexp إذا تستعملوها للـ Bexp ستستعملها لـ Bexp ستستعملها ولكنني بالنسبة لكي لا أستعملها كثيرا يمكننا أن نرنقل من تليفون لتليفون ثاني مستعمل لحساب نفسه مثل سامسونج بالـ SmartThings تبعيتهم أنا أحب أن أستعملها ليس فقط أحب أن أستعملها على التليفون ومع السماعة والساعة حتى أستعملها بدايناتهم ولكنني أريد أن أظهر لبرا هذه الساعة تمشي مع الـ LTE يمكنني أن يستعمل موسيقى يمكنني أن أعمل مكالمات كل شيء لأنه لديها سامسونج كثيرا مثل التليفون غير ذلك أيضا هناك طريقة يعمل الفحص حتى يشاهدوا كيف الصوت بالداينات ويقدر يشاهدوا إذا عملوا الفت مضبوط أنا قلبت السماعات الكباسات في قلب الداينات الكبيرة من السماعة لأنه الزغار لم يكن مليح معي الـ Ambient Sound عندما تعملوا مكالمات معناته تقدر تفتح السماعة من الدين الثاني عندما تسمعوا المكالمات حتى تكون مثل كأنك تحققوا على التليفون عادة وما تتصرخوا عندما تحققوا كثيرا آخر شيء لدينا عدد اختيارات هنا تحت الـ Labs الـ Double Tap الـ Air Bud Edge هذه تساعدنا أن نستطيع أن نسيطر على الشغل إلى تحت جربت كثيرا ولكن بالنسبة لألي ما تمشي الـ Gaming Mode جميل جدا وتساعدنا أن نستعمل السماعات ونستعملهم بالـ Low Latency ونستعملهم بالنسبة لتليفون جديد تحت الـ Accessibility ونستعمل الـ Noise Control ونستعمل الـ One Ear Bud ونستعمل الـ Ambient Sound آخر اختيارين لدينا الـ Air Bud Software Update و الـ About Ear Buds حتى نعرف مضبوط ما هي وطن للسماعات الموجودين هنا أنا ألعب الآن مصيقة على الـ Amazon Music في أمريكا هنا لدينا اختيار إذا استعمل الـ Ultra HD السماعة تستعمل أحسن 24 بيت و 48 كيلو هيرت هذا الصوت كثير كثير منيح إذا استعملوا على الـ High Quality أو الـ HD بالتطبيق للموسيقى التي تسمعوا عليه ستقدروا توصلوا مثل ما شاهدت هنا أحسن شيء هذا الموسيقى التي تسمعها 24 و 44 السيستام طبعا يستطيع أن يطلع الـ 48 ونصلنا لهذا هو المكسوم الموجود معناته هذه ستكون قوة السماعات والكواليتيت على الصوت رغم أنه إذا أردتكم صراحة الصوت على هذه السماعات يسموها باس هافي معناته إذا تسمعوا على دبكة أو على الموسيقى أو باس هب هاب دانس أي شيء عليه بقلبه الباس سيكون كثير كثير نيح و ستمشي مضبوط لأنه هذا هو السيستام معمول مضبوط يمكننا أن نسيطر على عادة شغلات هنا مثل ما فرشتكم يمكننا أن نقوم بس كبسة لنبدأ الموسيقى كبستان لنقدر الغنية الإدمانية ثلاث كبسات مرة ثانية تقدر نرد الغنية للي قبلها يمكننا أن نوقف هنا نقوم بس كبسة ثانية ثلاث كبسة ثلاثة 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 نحكي معهم مضبوطة و إذا أريد أن أقلب بين و الـ و الـ نفس الشيء على الدين اليمين أهم شيء نعرف على السماعات خاصة يقولون عنا 3 ميكروفونات على كل السماعة عنا 2 ميكروفونات كيف كنت خبرة الصوت منه لهذه السماعات لذلك أريد أن أعطيكم مصدرة من هذه السماعات سجلت فيديو مع الجالكسي Z Fold 3 مع مستعمل هذه السماعات سترى كيف الصوت من هنا ثلاثة ميكروفونات على كل السماعة نحن أعطيكم الآن مصدرة عن الصوت و كيف يأتي منهم لهذه السماعات الجديدة من شركة سامسون هذه هي الجالكسي Buds 2 الشيء المهم تعرفوها أنه هناك حوالي صوت سترى كيف الـ بين الصوت أنا والصوت وهل يمكنكم تسمعوني مضبوط إذا تعملوا وكالمي فيديو كولت أو حتى تسجلوا فيديو على تليفونات سامسون لا تنسوا أن تستعملوا برو فيديو وتستعملوا بلوتوث هاتسات كمصدر الصوت حتى تستعملوا الميكروفونات يكونوا جميلة يعني طبعين أضع التليفون بعيد ويقوموا بصوت كثير قريب مني ويقوموا بتفهموني إن شاء الله يكون أعجبكم مثل ما ألاحظتم الصوت منيح رغم أنه كان فيه درجة حوالي حوالي كانت مركزة علي ويقوموا بتفهموني هذا أهم شي لم أتنسلت كل شي لكن عندما عملت الـ Active Noise Cancellation عليهم أنا كانت أحسن بالنسبة لألي لم أسمع على شيء حوالي لكن أيضا أستعملتهم لكلامات على مكملات فيديو وكما عندما سللت الفيديو عندما أعطيتكم هذا المصر من قليل هذه السماعات لا يكون هناك إشكال فيهم الأشياء الوحيدة الذي يجب أن نعرفهم أن كل المميزات التي كانت لدينا موجودة بالGalaxy Buds Pro نزلت على جالكسي Buds 2 لكن يظلون سعرهم منيح ويعطونها مميزة حلوة الصوت كثير منيح ومسافتهم بين التليفون والسماعات كثير كثير بتجنن رحت من جهة بيتي من أول بيتي لآخر الجهة الثانية لآخر الجنائي الجنائي الموجودة عندنا برا البيت وما عندي ولا إشكال الـ Connection كانت قوية الصوت كان كثير منيح التوتش كنترول عليهم للسماعات ماشي على آخر إن شاء الوحيد اللي لاحظتهم وما مشيت مظبوط لأليه إنه إذا بدأت دورها للسيستام نعمل التوتش لآخرها للسماعات ما عم تمشي لكن هذه معقولة تكون مشكلة بسبب دائنتي ولا حجم دائنتي عشان هيك ما زبطت معي بس على القليل في عمنا اختيارات وإن شاء الله بيقدر يزبطونهم بالمستقبل ويمشوا مع كل شيء سيستامات سامسون كثير منيح ومش بس هيك إذا كنت تستعملوا مع تليفون ثاني بس نزلت تطبيق بتقدر تستعملوا هذه السماعات وتقدر تجددوا الصوفتور على هون كل هذه الشغلات من غير إشكال عشان هيك أنا عايش بي إنه السماعات من معمولة خصوصيا لسامسون بس يعملوا كثير منيح على تليفونات سامسون خاصة إذا كنت تلقونه من تليفون لتليفون من غير ما تعملوا بارين دغري هذه الـ Quick Connect بينياتهم لا تنشئ لها مع تليفونات سامسون مع نفس حساب السامسون بقلب هالتليفوناتهم يلا أخبروا الأشياء التي تفعلوا هذه السماعات هل يعجبوكم استعملتوا سماعات True Wireless السماعات من سامسون من قبل؟ وأنا بالنسبة لي أعتقد سعرهم منيح مميزاتهم حلوة صوتهم على القليلة مثل ما أردت لكم بيكون باس هافي معناته سيكون صوتهم منيح لكن إذا كنت تسمعوا على المسيحة تتحسوا مثلما يجرنوا بدايناتكم هذه السماعات سيمشون مضبوط وعندهم كثير مميزات حلوة فيها شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك نراكم إن شاء الله بالفيديو الجديد